ردد فعل دولية سمتها الحذر والرفض إزاء خطوة تشكيل قوة عسكرية في الشمال وشرق سوريا الحكومة السورية أدانت الخطوة الأمريكية المرتقبة معطبرة إياها بمثابة اعتداء سافر على السيادة وذهبت الحكومة السورية أبعد من ذلك عندما أكدت أن الجيش عازم على إنهاء أي شكل لوجود الأمريكي في البلاد حليفة النظام السوري روسيا عبرت بدورها عن تحفظها ورفضها لتشكيل القوة العسكرية وزير الخارج الروسي سيرقي لافيروف اعتبر أن إقامة منطقة يسيطر عليها مقاتلون أكراد قد يؤدي لتقسيم البلاد كما أكد مسؤول روسي رفيع أن روسيا ستقوم بالرد المناسب على تشكيل قوات بقيادة فصائل كردية موقف الرفض القاطع لأي تواجد عسكري في المنطقة عبرت عنه تركيا نائب رئيس الوزراء التركي وصف نشر هذه القوات بمثابة لعب بالنار موقف تركي رافض جعل تركيا تستدعي القائمة بالأعمال الأمريكي في أنقارا بحر الأسبوع الماضي كما بدى الموقف التركي حازما عندما أكد مسؤول أتراك عزمهم على قتال أي تنظيم إرهابي داخل وخارج حدود البلاد القوة العسكرية مطار الجدل بين القوى المؤثرة في الأزمة السورية يرتقب أن يتشكل قوامها من 30 ألف فرد وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن نصف هذه القوات سيتم تشكيلها من مقاتل قوات سوريا الديمقراطية وتشمل مناطق انتشار هذه القوات الحدود السورية مع تركيا والعراق وعلى طول ودي نهر الفرات قرار التحالف الدولي ينظر إليه متابعون لتطورات الأحداث على الساحة السورية بكونه يخفي رغبة أمريكية لتغيير معادلة النزاع العسكري في سوريا وحضيت قوة سوريا الديمقراطية وفصائل كردية منذ بدء الأزمة السورية بدعم أمريكي كبير حيث خاضت معارك شرسة ضد تنظيم داعش وتمكنت من تهرير الكثير من المناطق